واختتمت مساء أمس فعاليات ملتقى أدب المقاومة العربي بالجزائر العاصمة الذي استمر على مدار أربعة أيام تحت شعار فلسطين قضية وطنية للجزائر هذا وعرف حفل الاختتام تقديم جائزة الكاتب الشهيدة هباب ندا في فئة الشعر الفصيح والشعبي وكذا فئة القصة القصيرة وكان هذا بحضور سلة من الشخصيات والوجوه الثقافية والأدبية والفكرية متابعة في هذه التقطية لفلة ليلي نحن راضون جدا عن سير هذا الملتقى الذي يعكس ربما مكانة الجزائر الثقافية والسياسية وإيمانها بالقضية الفلسطينية كذلك اليوم اختتام هذا الملتقى الملتقادة بالمقاومة العربي ما يميزه هو توزيع جائزة الشهيدة هباب ندا اليوم لجنة التحكيم انتهت من أعمالها يعني أصدار التقرير ويتم توزيع الجوائز الفائزين في الشعر الفصيح وفي القصة القصيرة هي جائزة رمزية مادية كذلك ولكنها مهمة جدا بالنظر لقيمة هذه الشعر الفلسطينية التي سقطت شهيدة برصاص الاحتلال الصهيوني الجزائر طبعا هذا ليس جديدا عليها هي صاحبة مبادرات وهي النبض العربي دائما هي تحفل هذه الماهية دائما كان موضوعيا جدا وكان في محله لأن شعبنا المكلوم الشعب الفلسطيني استحقوا علينا الكثير وهذا أبسط ما نقدمه له فعاليات ملتقى أدب المقاومة العربي أكثر من رائعة ومثلت خطا أدبيا مقاوما يسند القضية الفلسطينية وأجري على أهلنا في غزة استلمت جائزة الأولى في القصة القصيرة في أدب المقاومة بصفة جزائريا أنا سعيد جدا باحتضان بلادي لهذا الفعل الثقافي وهو يكرس سبقها في احتضان القضية الفلسطينية